تصعدت التوترات في جامعة كولومبيا بنيويورك بين المتظاهرين الداعمين لغزة وإدارة الجامعة خلال الساعات الماضية بعد فشل المفاوضات بين الطرفين وفيما بدأت الجامعة تنفيذ عقوبات تستهدف المشاركين في الاحتجاجات سيطرت مجموعة من الطلبة على مبنيين في الجامعة احتجاجا على قرارات الإدارة حراك طلابي غير عادي أشبا ما يكون بانتفاضة بل ثورة في الجامعات العريقة تضامنا مع القضية الفلسطينية تحرك يعتبر نقطة تحول في الحراك العالمي المطالب بوقف المجازر الصهيونية طوفاين الغضب الطلابي اشتعل في جامعة كولومبيا مهد الاحتجاجات مع سيطرة مجموعة من الطلبة على مبنيين في الجامعة في سياق رد الفعل مقابل تصرفات الإدارة تجاه المظاهرات السلمية في الأسابيع الأخيرة وتعهد المحتجون بالإبقاء على المخيم في الحرم الجامعي حتى تلبية مطالبهم وهي سحب الاستثمارات والشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية للجامعة والعفو عن الطلاب وعطاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات وكانت كولومبيا قد بدأت بالفعل في وقف وفصل الطلبة النشطة إثر رفضهم تفكيك مخيم احتجاج في حرمها الجامعي بمدينة نيويورك أقباع لأن الجامعة وصول المفاوطات الرامية لإنهاء الاحتجاج إلى طريق مسدود الاعتقالات والقمع أشعل نار الغضب وبدأت ثورة الطلاب تنتقل من جامعة إلى أخرى إذ اعتقل أكثر من مئة شخص في حرم جامعة تكسس وسط اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وفي هيوستن انضم عدد من الطلاب في جامعة الولاية وجامعة رايس إلى الاحتجاجات فيما قام طلاب في جامعة يلوى مشيقين ونورد كارولاينا مخيمات تضامنية ما يحدث في أهم الجامعات الأمريكية التي توصف بأنها محقا للتميز ولنخبة السياسيين والمفكرين يؤكد أن قادة المستقبل تأثيرهم في المجتمع كبير وعليه فأن انتفاضة الجامعات الحالية تشكل تطورا بالق الأهمية بتحول الرأي العام العالمي اتجاه ما يجري في فلسطين ترجمة نانسي قنقر